ماذا ينتظر الزرع إذا نضج قالوا الحصاد قالوا لون انتوا بعدة انتظروا شنو الموت استعدوا للموت قال ثم التفت إلى الشباب وقال قد تصيب الآفة الزرع قبل أن ينضج قد تصيب الآفة الزرع قبل أن ينضج الإنسان قد موته شاب زي ما إنه في بعض الزرع قبل أن يبلغ مبلغ الحصاد لأنه تصيبه الآفة وده معروف عند أهل الزرع ناس الزرع يقول لك دي آفة و دي البودة و دي شنو و دي شنو إلى آخر من أشياء الزرع اللي بعرفوها قد يكون زرع بادي جديد لكن تصيبه الآفة وكذلك الإنسان قد يكون شاب فيموت في ريعان الشباب وقد يبلغ في السن الشيء الكبير أو العمر الكبير ثم يموت فالإنسان يستعيد في كل الأحوال يستعيد في كل أحوال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صيح البخاري من رواية عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنك بيت وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل الزلل في غربة من فتش المتاع في الغربة ومشى للغربة عشان شيء معين وجاي يتمتع في بلد الأصلية كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكذلك عابر السبيل لا يلتفت إلى الزينة وإلى الزخارف وإنما همه السعج في سفره ولا يستثقل ما بشي لشي تقيل ما بزول ما يشي في سفر وبعدين في أثناء السفر شعلة طبق بتاع ديجيتل وبجاي شعلة الفيزيون وبتفرج ما فاضل الشغلة ما يشي مسافر مسافر فكذلك أنت في سيرك إلى الله سبحانه وتعالى لذلك ابن عمر قال إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك وفي ناس شباب ماتوا في ريعان الشباب حوادث وأمراض ومرات من غير أي شيء زول نوم يجو يصحوا ويلقوا مات مات فإنما هي آجال كما قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال في قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيثة ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبيح لمفاتح الغيب وهي خمسة لا يعلمها إلا الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صيح البخاري إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيثة ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت قال ابن عثيمين رحمه الله قال التقى رجلان بسيارتين قال فلما تقابلا توقفا دا وقفوا دا وقفوا قال ثم تحركا فاصطضما دا شاف التاني جاي عليه دا ما اشي عليه اللي اتنا وقفوا فرامل التاني مشو بعد شوية طاقش قال وهذه الوقفة لأن هناك أجل لم يكتمل فوقفا حتى اكتمل الأجل ثم اصطضم شكيا رب العزة والجلال قال إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون طيب قال اشتري نفسك اشتري نفسك فالسوق قائمة والثمن موجود اتأس عندك سلعة اللي هي النفس التي بين جنبيك والثمن موجود قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صيح مسلم من رواية أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض وفي رواية ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة مرهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها حديث في صيح مسلم فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها معتقها من عذاب الله أو موبقها مهلكها بعذاب الله سبحانه وتعالى يا تعتق نفسك بأن تبيعها لله سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم شنو الجنة الجنة وسلعة الله غالية وسلعة الله هي الجنة فالثمن موجود والسلعة موجودة والسوق قائمة يعني الآن الدنيا طال ما فيه الدنيا دي الآن فيه والشمس ما طلعت من مغربها ابقى التجارة قائمة تجارة الآخرة يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارتنا الآخرة ما عندها تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسولي وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إلى آخر الآيات من سورة الصف فالآن الدنيا دي طال ما قائمة القيامة لسه ما جات ابقى التجارة قائمة السوق قائمة والسلعة موجودة عندك الآن نفسك دي يتبعت الشهوات وتابعت الشيطان ليعتنفسك للشيطان بتهلك نفسك بعدين يتبعت الحق والهدى وبعتنفسك لله سبحانه وتعالى فكان الجزاء أو فكان الثمن الجنة وإن كانت هذه الدنيا بأسرها وهذه الأعمال لا تكون عوضا للجنة أو لا تكون الجنة عوضا لها لا تساويها يعني أنت الآن حياتك دي ما بتساوي الجنة الجنة عظيمة اللهم إلا التوحيد فإنه عظيم لكن إنسان يدخل الجنة برحمة الله تعالى فنحن ما دارين نشتت الكلام الآن انت نفسك موجودة وعرضوا لك الجنة بنفسك دي ونفسك ذاته ما قال له كالسي دمر نفسك في جهاد مش جاهد جهاد شرعي مبتع الدوائش ديل والسرورية والجماعة ديل جهاد الشرعي الورى إمام وورى حاكم هو الجهاد اللي يكون للكفار قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاة وفي الجزء الرابع قال فإن حدث قتال فتنة فلا تجيب طاعة الإمام فيه فإن حدث قتال فتنة فلا تجيب طاعة الإمام فيه لذلك لما حدثت الفتن اعتزل سعد بن أبي وقاص ومن معه من الذين اعتزلوا الفتن فالمهم في نهاية المطاف يكون في جهاد وجهاد شرعي ورى حاكم تأمشي الجاهد ما في جهاد بتعصيف الآن في الجهاد التاني يشتغلوا دا هم ذاته تبلغ دعوة الله بين المسلمين لأنه لو لا هذا لما شرع ذات لماذا شرع جهاد السيف لتكون كلمة الله العليا حتى الآن دا المسلمين خش المساجد بلغنا الدعوة في نهاية كتار يجهلوا كثير من المساجد بلغنا دعوة التوحيد والسنة وصل في صلواتك الخمسة أماكل شارب ضاحك لكن زح من المعاصر وأعمل الطاعات الله بدخلك الجنة طيب قال لابد من سينتي الغفلة ورقادي الهواء السنة النعاس السنة النعاس قال لك التماشي في طريق الحق لابد من سينتي الغفلة لتنعس عندك نشاط حسزوا لالبتوب جديد تلقى وعنده هم في الطاع وتلقى قال لك كلمتين في الدين يبكي وتلقاه قرآن واستغفار ولازم المسجد بعد فترة شنو يبدأ يرخي لكن مفروض يكون على الحق يواصل حتى لو رخ بسيط في جانب المسحبات الفراجد ما يفرط فيها وتاني يحاول يرجع شنو اجتهد اجتهد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين بس المهم انت تجاهد وتكون مخلص لأنه قالوا والذين جاهدوا شنو فينا فينا ذي مهمة جدا مجي تجاهد عشان حاجة دنيوية في الله سبحانه وتعالى شكير رب العز والجلال قال في القرآن ألم يأني للذين آمنوا ألم يأتي الوقت ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون الزل من يبعد من الدروس ويبعد من المواعظ ويبعد من القرآن ويبعد من مجالس الخير قلبه ذا بتصيب الغفلة بتصيب الغفلة قال ابن القيم وهل آفة الناس إلا الناس وهل آفة الناس إلا الناس شكير رب العز والجلال بين في القرآن فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليد عليهم آياته زادتهم شنو إيمانا وعلى ربهم يتوكلون انت مرات الإيمان بضعف بل معاصي والغفلة إلى خير بل معاصي فهي التقدر ما تزمع الآيات تجتهد في الطاعة فالإيمان بزيد بزيد قال لا بد من سنة الغفلة يعني ابتجيك مرات غفلة لأكيد تشنو ما تواصل معاه توالد انتبه لأن الله قال في القرآن في سورة الأعراف إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ما بواصل في الغفلة لتذكر الزل مش طوالد جاري جاري قال لك والله الدنيا شغلتنا أها شغلتك كم أسبوع شهر ولم تين شغلتك لم تين ودارت ايش فيها كم ذات بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى خير من الدنيا ومتاع وخير من متاع الدنيا ولا شك وأبقى الآخرة دي بتفنى الدنيا بتفنى لكن الآخرة شنو الدنيا بتفنى لكن الآخرة ما بتفنى طيب قال لابد من سنته الغفلة ورقاد الهوى مرات الزول جيوهوى لكن طوالد ذم نفسه بالرجوع وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة يلمى والله ذي منك هو الآيات قال بتخلي كثير من الناس ممن ابتلي بإطلاق البصر أن يراجع نفسه النفس ذي عنده هوى لكن قال لك مجرد ما أطلقت البصر في المعصية تتذكر الهوى ترجع أطلقت السمع في المعصية تتذكر تتذكر الله تعالى مش الهوى ما قلت أطلقت بالهوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة يلمى تتذكر الله سبحانه وتعالى وعظمته وتتذكر العذاب وتتذكر ما عده الله للمتبعين لأهوائهم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب طيب قال ولكن كن خفيف النوم كان جاءت غفلة ما تواصل فيها قال لك ولكن كن خفيف النوم ليه قال فحراس البلد يصيحون دن الصباح دن الصباح يعني شنو يعني قرب يعني اقترب دن اقترب قال لك خلاسل تقربت شنو تموت تفارق الدنيا ما تواصل في النوم في الغفلة وإنما استيقظ وسعى في طاعة الله سبحانه وتعالى السياجة مع الزول الزول الداري قبضو وعارف نفسه داري قبضو عارف نفسه غلطان داري قبضو ذا كان شاف لحساكر وجوم سكوم ما بتهجم كثير لأنه عارف هم هيئ نفسه ما هو اصلا غلط بعد دم هيئ نفسه ولا عليه دين وجه قبضو طوالي بدفع قروش وشنو يبقى مارك صاح ولا ما صاح لكن الزول المش ساه فجأة فجأة لم في حساكر قال له الزول اتا غلاز بعد قبضناك بتهجم بجيو سكري ولا ضغط ولا مصيبة بتجيو الزول المستعد للموت عارف في موت والمود ما عنده وقت معين بالنسبة ليه كنت هو عنده أجل لكن ما عارف امتين وكنت صليت المغرب وقاعد فجأة بسأل الملائكة تجيك تظهر هس ممكن تجيك هذا لو ما جاهز ولا غافل تتهجم لو الله وانا ما جاهز وفي موضوع كذي بس ما شحضره تحضره وين داني ما خلاله جاءت الشغلة والله جاءت بعد الكاتب وصيدته الحمد لله والمستعد بالتقوى والرجوع إلى الله الحمد لله والغافل ذا يهو بتحسر في الموت حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت إنت ليه تبا تركت لعلي أعمل صالحا فيما تركت لثلاثة كلمات أعمل يأت عمل صالحا فيما تركت الزلم يقف مع التلاثة هل عنده عمل عنده صالح ولا عمل مدخول بالرياء والبدع والعجب والدنيا عمل صالح ولا عمل غير صالح تسبيحة شفت تسبيحة ويت على الحق وعلى المنهج القويم الله بنجيك بها تسبيحة تسبيحة لذلك جاء في كتاب الزود أن سليمان عليه السلام جاء وهو يركب على الريح على بصاط على الريح فقال رجل سبحان الله ما أعظم ما آت الله داود وسليمان سبحان الله ما أعظم ما آت الله داود وسليمان قال فالتفت إليه وقال كلمتك هذه خير من ملك سليمان وداود سبحان الله لأن الملك بيزول وسبحان الله بتبقى في الصحايف موجودة قد تقول كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ونقل ذلك ابن تيمية في الفتاوى اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة الله سبحان وتعالى قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن ما قال اكثر ايكم احسن عملا شفت عمل بسيط تشوف ويت بسيط وعلى السنة وعلى الحق وصادق فيه مخلص لله تعالى الله بنجيك بقصني شجرة بس شوق الرجل زالوا من الطريق لعله يؤذي المسلمين أو الناس فغفر الله له شكر رجله سعيه فأدخله الجنة شوق بس زحاوه من الطريق لذلك إنسان اجتهد في الطاع قال نور العقل نور العقل يضيء في ليل الهوى نور العقل يضيء في ليل الهوى نور العقل شكس 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 الشيخ سليمان الرحيل حفظه الله تعالى قال لابد أن تضبط العاطفة بالعقل لابد أن تضبط العاطفة بالعقل وأن يضبط العقل بالشرع قال فهذه ثلاثة أمور لابد من اجتماعها العاطفة والعقل والشرع سألوا السؤال في الحرم المدني وهو يدرس في كتاب التوحيد يشرح في أبواب الكتاب في باب من الأبواب قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن تكلم عن الآيات او عن قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن فسأله سائل قال له هل يجوز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم فقال السؤال أين آثاره الآن أين آثاره وأشر على المسجد المحل القديم فيها الغرفة قال لهم شاهدين ده كل الحاجات دي جديدة الآن سراميك ده في زمان رسول ما صلى الله عليه وسلم والأشياد والزغرف والمراوح والحاجات دي كلها ما حاجات دي الموجودة دي الآن قال نحن نقول أين آثاره صلى الله عليه وسلم نحن لا نمنع أن يتبرك به في نفسه صلى الله عليه وسلم أو في شيء خرج منه كشعر أو كبصاق بصاق إلى آخره أو كالوضوء الذي كماء الوضوء الذي توضع به أو كماء الوضوء الذي توضع به النبي صلى الله عليه وسلم كما فعلوا بعض الصحابة لكن أين آثاره الآن؟ فقال نحن قال بعض الناس له جفاء في جانب النبي صلى الله عليه وسلم له جفاء وبعض في المقابل له عاطفة زائدة حتى أنه يغلو يغلو في الرسول عليه الصلاة والسلام ينادي في الشدائد وهو إلى خير وحاجات كثيرة وسوا بيات شعر كلام ده يعني ده معنى كلام الشيخ ده مناسبة الكلام ولا يجوز التبرك بغيره صلى الله عليه وسلم أنه ثبتت البركة لغيره كما قال ابن باز في كتابه تحفة الأخوان بأجوبة تتعلق بأجوبة لأسئلة تتعلق تتعلق بأركان الإسلام قال لا يجوز التبرك بغيره صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة والدليل أن أبا بكر أثبتت له البركة هذه بعض بركتكم يا آل أبي بكر كما في البخاري في كتاب التيمم فأثبتت البركة لأبي بكر ولم يثبت عن أحد من الصحابة أنه تبرك بأبي بكر والأنبياء لهم بركة وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتي ما محسن وظالم لنفسي مبين وجعلني مباركا أينما كنت البركة في الأنبياء لكن غير الأنبياء لا يتبرك بشنو؟ بأجسادهم وإنما البركة في اتباع ما يقولونه من الحق وفي الاستفاد منهم من أقوالهم ومن أخلاقهم وأواء إلى خير لكن لا يتبرك بالأجساد إلا النبي صلى الله عليه وسلم وقد فارق الدنيا فلا يتبرك به الآن بترابه بتراب القبر إلى آخر فقال بعض الناس عنده جفال النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الناس عنده عاطفة لكن عاطفة شنو؟ في غير موضع ما مضبوطة فقال لابد من ثلاثة أمر عاطفة وتضبط بالعقل بالعقل وهذا العقل لا يترك لو لعنن وإنما يضبط بشنو؟ بالشرع ما عقل زايت بالشرع العقل زايت يضبطوه بشنو؟ بالشرع لابد من هذه الأمور الثلاثة من اجتماعي طيب قال نور العقل يضيء في ليل الهوى وصف الهوى بإنه شنو؟ ليل مضلم فتلوح جادة الصواب تظهر تلوح جادة الصواب تظهر هناك تلوح فيتلمح البصير في ذلك النور عواقب الأمور يعني شنو كلامه ذا؟ نور العقل يضيء في ليل الهوى فتلوح جادة الصواب فيتلمح البصير في ذلك النور عواقب الأمور زول ناداك في ضرمة ناداك وانت ما عارفه دا عدو ولا صاحب وانت دار تمش له فجأة جنور كشف الزول واختفى أو زحى منه وعرفت دا عدو وجاهز لك بس لاح وجاهز لك بتمشي عليه ما بتمشي الزول نفسه بتدعوه للمعاصي الآن داري مش العقل بيجي بيوريه عاقبة الأمور المعصي يدي بداية لذة لكن نهاية شنو حسرة الزول بيشرب خمرة البداية داري تلذة باع شوية العاقبة شنو زول في الدنيا وعقاب في الآخرة اللم يتجاوز الله عنه زول في الدنيا دايقتين بس يشرب يمش باع شوية في الشارع يترتع ويقع ويمسك في الحيطة ويقع وأولاده يجي يشوفوه والناس ويتكلموا قبل ما يشرب الخمرة لما نذكر الأشياء دي يضبط بعقله بيقوم بيبتعد من شنو يعني المعصية لكن يربط الكلام دا بالشرع مش مجرد حاجة الدنيا ساي لما يربطها بالشرع بالعاقبة التي تكون في الآخرة شكيب بن عثيمين رحمه الله في حديث بن عباس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو في الأربعين نوية إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة فإن عملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى أن قال ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة حسنة كاملة قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى جاءت روايات أخرى رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ربي عز وجل ومن هم بسيئة فلم يعملها من جرائي يعني خوفا من الله تعالى يعني ترك السيئة مش عشان دنيا مش مش يشرب خمره بعد شوية شنو سمع الدوري الافين والجماعة جوبي عنده قال الشيئة الذي والله ما ذاهرنا له ما ذاهرنا سيئة ماشا أنت ما خليت لله أنت خليت شنو عشان دنيا خائف حاجة من دنيا حاجة في الدنيا لكن الذي يتركها لله ما شل المعصية داري مش عليها تذكر عظمة الله تعالى فترك المعصية فهذا يؤجر يؤجر لشان كي من السبع الذين يضلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل في البخاري ومسلم ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله الزل ما عمل حسن عملية يعني قال صلى ولا كذب لكن ترك المعصية لمن لله الله أكرم قال لك يظل في ظله يوم لا ظل إلا ظل قيل ظل مخلوق كما قال ابن عثيمين يخلقه الله وقيل في العرش كما قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى ورحم الله ابن عثيمين فإذا بالنهاية تظل الزل دا تركت المعصي لكن لمن لله سبحانه وتعالى والرجل الذي دعته ابنه الذي أتته ابنة عمه حديث المعروف حديث ابن عمر حديث الثلاثة الذين آوى بهم المبيل ومن هؤلاء الثلاثة ممن توسلوا بأعمالهم لما انحدرت صخرة فسدد عليهم باب الغار أحدهم توسل ببره لوالديه وذكر القصة المعروفة وأحدهم توسل بإيفاء الأجير حقه والقصة المعروفة والثالث توسل بأنه كانت له ابنة عم قال كنت أحبها كأحب أو كما يحب الرجل المرأة ثم إنها أتتني لحاجة أصابتها سنة وأتتني لحاجة فقلت لها فدعوتها إلى الزنا على أن أعطيها من المال مئة وعشرين درهما أو دينارا أو كما قال مئة مال قال فلما جلست منها مجلس الرجل من امرأته وجلست بين شعبها الأربع قال ابن عثيمين أي بين الرجلين واليدين وإيك الشعب قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه قال فقمت عنها وتركت لها المال فلما ترك المعصية من أجل الله سبحانه وتعالى وخوفا من الله سبحانه وتعالى وقد كان في مبلغ في غاية الشهوة وبعد أن تهيأت له المعصية ومع هذا تركها لله تعالى فنجاه الله عند الكربة وهذا في الدنيا فكيف بالآخر ذي الدنيا ثرة في الدنيا الله نجاه من كربة وما بالك في الآخر لكي إنسان يعني يخاف الله ويعظم الله ويحكم عقله المضبوط بالشرع وليس العقل الدنيا وفحسب مش حاجة الدنيا بس وإنما الآخرة قال يا بائعا نفسه لا قال فهناك لا يتعذر مطلوب ولا يفقد محبوب أي مطلوب بتلقاه وأي محبوب جنبك تلقاه في الجنة أمبيا ورسل صحابة وإلى خيره وتجد أهل الخير في الجنة وتجد النعيم من المطاعم والمشارب وإلى خيره طيب قال يا بائعا نفسه بهوى من حبه يعني بهوى من إذا أحببته يعني تهوى من إذا أحببته ما الذي يحدث إذا أحببته وهو حب الدنيا وحب أهل الدنيا وحب شيء من أشياء الدنيا من متاعها يا بائعا نفسه بهوى من حبه ضنى ووصله أذى وحسنه إلى فنى دي أوصاف حاجات الدنيا لشان كذي في مسند الطيالس رحمه الله تعالى وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث لما جاءه جبريل عليه السلام قال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وعمل ما شئت فإنك ملاقيه وأحبب ما شئت فإنك مفارقه ووصله أذى وحسنه إلى فنى زوال كل شيء هالك إلا وجهه إلا وجهه قال لقد بعت أنفس الأشياء بثمن بخص أنفس الأشياء أغلى الأشياء النفس التي بين جنبيك بعتها بثمن بخص دنيا دي ثمن بخص طيب هذه بديك بياد جميلة جدا قال كأنك لم تعرف قدر السلعة أنت ما عارف قدر نفسك كأنك لم تعرف قدر السلعة ولا خصة الثمن دنيا دي ثمن خسيس قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذ الدنيا ملعون ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما أو قال وعالما أو متعلما طيب قال حتى إذا قدمت يوم التغاب ليوم القيامة التغاب يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من رواية ابن عباس رضي الله عنهما نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ الغبن إذا يا إما تخسر في بيع تخسر يا إما تربح لكن كان مفروض تربح شي كثير تربح شي جنو بسيط ذا غبن تدغبن قال حتى إذا قدمت يوم التغاب تبين لك الغبن في عقد التبايع عرفت إنك زمان شنو تغبنت ساي لأتنفسك لدنيا لي شيطان ليهوى قال لا إله إلا الله سلعة قال ابن القيم لا إله إلا الله سلعة الله مشتريها الله مشتريها وثمنها الجنة والدلال الرسول صلى الله عليه وسلم الواسطة في البعدة أجاب لك الدين أو أجاب الدين عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم والجاة التجارة عن طريق تجارة الآخرة الرسول عليه الصلاة والسلام ترضى ببيعها بجزء يسير يعني متاع بسيط من الدنيا وهي الدنيا ذاتها بتساوي شنو قال ترضى ببيعها بجزء يسير مما لا يساوي كله جناح بعوضة وكل متاع الدنيا كل ثمن كله كلها الدنيا ما بتساوي جناح شنو بعوضة تبشي تبيعة قال لك تبيعة آخر وبيع جزء نفسك تبيعة بجزء وقال الله يشتريه منك كان والثمن الجنة وعن طريق النبي صلى الله عليه وسلم بالشرع الذي جاء به والبيان الذي بيّنه شكيذي قال إذا كان شيء اللي ودى الشيء هنا الشيء اليسير من أمر الدنيا إذا كان شيء لا يساوي جميعه جناح بعوض عند منصرت عبده إذا كان شيء لا يساوي جميعه مجشد فسهل بسيطة الشيء باقيه ذاته والشيء الكثير هو كل ما بساوي جناح بعوضة ما الحديث المعروف لو كانت الدنيا تسوى عند الله تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء قالوا هنا خرجوا الترمذي في التحقيق عن سهل بن سعد مرفوعا أي للنبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء الدنيا جدت قالك لو بتساوي عند الله جناح بعوضة مش بعوضة جناح بعوضة باقي عن سقى فيها شنو الكافر شربت ماء لانه دا حدوليه طيب هذه الدنيا كلها ما بتساوي جناح بعوضة الزهل يبيع نفسه بذل يبيع عليه الله في الجنة يبيع عليه جزء بسيط من الدنيا هذه الدنيا كم سنة يأصل عليك الله مما بدت الدنيا لما انت انتهي كم سنة ذاته فما بالك إنت إنت مش خلقوك من بداية الدنيا وقمت وأكلت وشربت وضحكت ومركت للناس وإلى الآن عايش لا لا هي الدنيا ذي كبيرة جدا الفاتة ذي أسي ما قربت خلاص اقترب للناس وحزاموا لكن الدنيا كلها إنت بس جوزه فيها بسيط إنت سنوات بسيطة فيها وفي السنوات البسيطة المتاع بتاعك فيها فترة الشباب بسيط في البسيط ذاته وفي فترة الشباب قد تخسر الآخرة بمعصية بتاعت لذة بتاعت دقيقتين بس أو أقل أو يزيد وقعد تتمتع في الدنيا بتتمتع جزء يسير أجمال كلام ده كله الزول ما يرجع قال إذا كان شيء لا يساوي جميعه جناح بعوض عند منصرت عبده عند الله تعالى ويملك جزء منه جزء من الدنيا يملك شنو ويملك جزء منه جزء البسيط من الدنيا يملك كتا ويملك جزء منه كلك من الذي يكون على ذا الحال قد ذروك عنده وبعت به نفسا قد استامها بما لديه من الحسن وقد زال وده وبعت به نفسا قد استامها المساوم في البيع الله قال لك أنا بشتريه منك بالجنة تبشي تبيع على الهوى وللشيطان وللمعاصي وبشيء بسيط من متاع الدنيا الزائر قال يا مخنث العزم أين أنت فشكي الدنيا دي ازلو ذات الدائرة ما بلقا كلها ارجع تفسير ابن كثير الدائرة الدنيا دي ذاته الله لما نديك وخلاسة الآخر ما عندك فيها شيء ما ذات الدنيا كلها مبتشيلة مش بسيطة بعد دا قال لك مبتشيلة كلها قال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد يعني ما من الدالة كلها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذمومة مدحورة قال ابن كثير كقوله تعالى ديك في سورة الاسراء كقوله في سورة الشورى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا شنو نؤتيه منها منها ما كلها ذاته وما له في الآخرة من نصيب قال يا مخنث العزم أين أنت والطريق طريق تعب فيه آدم الكلام دا ما بحتاج شرع عشان كان بس بسرده سردا طريق الجنة دا طريق الحق قال طريق تعب فيه آدم أردت عزين عزين وناح لأجله نوح ورمي في النار الخليل وأضجع للذبح إسماعيل وبيع يوسف بثمن بخص ولبث في السجن بضع سنين ونشر بالمنشار زكريا وذبح السيد الحصور يحيا وقاس الضرّ أيوب وزاد على المقدار بكاء داود وسار مع الوحش عيسى وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد صلى الله عليه وسلم تُزهى أنت باللهو واللعب فيادارها بالحزن إن مزارها قريب ولكن دون ذلك أهواله عزول الدائر الجنة دي وقال لك الطريق دا تعب فيه آدم قبليك والذكر دا كله نحزن مننا وبعد دا تعبه فكيف نحن ننال هذا النعيم العظيم مع الراحة لذلك قال الله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وقال تعالى وعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال سبحانه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا شوف الزلزال لقدر كيف قال حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ما شاكين في النصر لكن من شدة الابتلاء هم ما شاكين أبدا في النصر لأنهم لا يشكون في وعد الله لكن من شدة الابتلاء حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب فالطريق دا فيه ابتلاء تصبر تصبر وزمان فيه قتلوا فينا الزول بيسلم بيخلي بيته بهاجر وذول اسلم يعذبوه خباب بن الأرد مولاته تضعوا النار وتوقدوا على الحديد النار حتى يحمر لما الحديد بقى حمر قال فما يطفئه إلا شحم ظهري يرقدوا فيه لما شنو لما يطفئه حديد ذاته داش لما يطفئه قال بيطفئه شنو ما مويا ظهروا وصبروا النازل لما في النهاية جاء الفرج من الله سبحانه وتعالى صبروا والنبي صلى الله عليه وسلم يهاجر فترة طويلة يمش فترة طويلة شان الدعو يصل الطايف فاللغوب الحجار وحرشوا على المجانين والدم يسيل منه صلى الله عليه وسلم مصابر ويسلم غلام فقط غلام عداس ويجه راجع ويأتيه ملك الجبال ويأتيه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال فيقول إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين أسل جبلين يقول لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ويصبر في الدعوة ويبتلى المسلمون والمؤمنون البلاء العظيم ونحن الكلام ده كله مافى الآن مافى بسيط شي بسيط كلمات بس كلمات سؤال استغيم لبجلدوه لبتردوه إلا القليل قليل لبعزيبوه لا أي شي بس كلمات بس تجماشي بالطريقة أبدقن مرحب يا بشنب بس وتبقى ماري مافش بس قل له مرحب يا بشنب وأبقى ماري ما في حاجة موج مفروض ما تزعل ما تزعل يا أخو لا في ضريب لا فيض لبفلقوك ولا أي شي والله موضوع بسيط جدا كلمات بس يتحملوها يا نات يتحملوها الطريق ذا نهاية تسمى الجنة وأبقى حر ما تبقى مع أي جماعة ولا أي حزب أبقى حر بس مستقيم بس لكن التوكل على الله عظيم على الله عظيم سينصره الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله